اشتركوا في القناة المجلس لمواقع ميليشيات حفتر بالأسلحة الثقيلة مشيرا في الوقت ذاته لأن الإصابات كانت مباشرة وأكد المصدر وقوع جرحة من ميليشيات حفتر خلال اشتباكات الجمعة لافثا إلى عدم وجود قتلى وجرحة في صفو في المجلس خرجت مظاهرة حاشدة في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس رفضة لمحاولة مجرم الحرب حفتر عسكرة الدولة ومطالبة بإسقاط المجلس الراسي المقترح المتظاهرون رفعوا شعارات ندن في أفعال ميليشيات ما يعرف بعملية الكرامة في بنغازي من إخراج لجتة الموتى من قبورهم وتنكر بهم كما استاجن المتظاهرون الذين خرجوا عصر اليوم الجمعة تصرفات المبعوث الأممي لليبيا مارتين كوبلر وتغليبه لطرف دون آخر خرجت مظاهرات حاشدة في مدينة مصرات الجمعة مطالبة برحيل المجلس البلدي ورافضة لعملية الكرامة انضمت لهذه المظاهرات رابطة الشهداء والمفقودين في مصراتة ومؤسسات المجتمع المدني رفع المتظاهرون شعارات مصراتة يد واحدة لا للمجلس البلدي مصراتة لا لعملية الكرامة وعبر المتظاهرون عن استياءهم من المجلس البلدي الذي وصفوه بالخروج عن دوره المنطبة وتخذله في خدمة أبناء المدينة وتدخله في شؤون الدولة التي ليست من اختصاصاته أصيب أربعة من المدنيين في منطقة الثامة بحي الصابري اترقص في طائرة ميك تابعة لميليشيات مجن من الحرب حفتر مصدر من المنطقة كدى سقوط منزل اترى القصف ما تسبب في إصابة أفراد العائلة لافتا إلى أن شضايا القصف طالت أكثر من منزل في المنطقة تجدر الإشارة إلى أن حي الصابري يقتن به عدد من العائلات التي كانت قد نجحت في الخروج من منطقة جنفودا بسبب الحصار الخانق على المنطقة قبل ميليشيات الكرامة استنكرت رابطة أهالي بنغازي المهجرين تصريحات المبعوث الأممي كوبلر التي عبر فيها عن سعادته بما سمه تحقيق الجيش الوطني في جرائم الحرب بمدينة بنغازي أوضحت الرابطة في بيان الله الخميس أن ما صرح به كوبلر هو فضيحة سياسية مدوية للأمم المتحدة وصفة تصريحات كوبلر بالأمر المثير للسخرية حسب وصف البيان طالبت رابطة الأمم المتحدة بإبعاد مبعوث أهالي كوبلر دعت المحامين والحقوقيين في مدينة بنغازي خاصة وليبيا عامة لتحريك الملف القانوني وتوثيق وحصر كل الجرائم لعرضها على محكمة الجنايات الدولية في ختام الموجز دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة